اللي عملوا كاف اللي عملوا كاف ده جريمة إنك تخلي المباراة النهائية على ملعب طرف من طرفي المباراة النهائية كارثة فيش أي نوع من أنواع العدالة مفيش أي نوع من أنواع اللعب النظيف مفيش خلاص قدما أنت احتكمت أو قررت إنك تختار البلد المستضيف قبل المباراة النهائية مباشرة بعد ما عرفت طرفي النهائي تقريبا لهم الأهلي والوداد روح مختار ملعب الوداد يبقى ده هزار مش منطق مش عدل زيرو عدل فيش مهما كانت مبررات الكاف مهما كانت مبررات الكاف فيش عدل خالص بعدين النادي الأهلي لفت لنقطة مهمة جدا جدا عشان برضو ايه بما اننا بقينا نتشك مع القرار انت اللي حطت الريبة فينا خليتنا نتشك خلينا نحس ان الموضوع كله في حاجة غلط النادي الأهلي سأل سؤال النهاردة مهم جدا هي ليه السنغال سحبت الملف بتاعها هوا ليه كاف ما قالناش يعني ليه كاف ما قالناش مثلا انه السنغال سحبت الملف بتاعها لظروف مثلا اقتصادية لظروف عدم تجهيز الملعب لظروف مثلا ان الملعب دوت ان جيلة فيها مشكلة لظروف ان الملعب ما فيش وسائل مواصلات كافية ان احنا مش نقدر نستعب الجماهير اي حاجة واللي خلي السنغال تطلب استضافة المباراة وتتراجع في اللحظة الأخيرة طب ليه ما تراجعتش قبل كده اتفكر بقى اتفكر يعني فيه حاجات تحط علامات استفهام او بمعنى اضك علامات تعجب ليه ليه الموضوع راح للمغرب ليه تحديدا راح للمغرب تمام ده الموقف كله بالنسبة لملف الاهلي وملعب المباراة النهائية طب